فإذن هيك كان يعني التطهير بحسب العهد القديم وهكذا الرب يسوع يعني عندما طهر البرس العشرة تسعة كملوا لأنه تسعة كانوا يهود لازم يروحوا لأورشاليم حتى يحكم الكاهن بطهارتهم لكن في واحد بسمي يسوع غريب الجنس اللي هو سامري هو أصلا ما بيقدرش يروح لأورشاليم لأنه اليهود لا يعاملون السامريين ولكن ممكن يروح على جبل جرزيم لأنه شريعة السامريين بآمنوا في الطورة الطورة يعني خمس أصفار موسى حتى يحكم أيضا الكاهن السامري ولكن هذا الشخص اللي رجع ليسوع المسيح شكر وكان بالفعل ممنون للرب شعر بعرفان وجميل واو فسأل يسوع أين التسعة وكان المسيح عم بيسأل اليوم أين التسعة أين الأغلبية في هذه الأيام وللأسف مسيحيين اللي مش شايفين جهدين بعيدين يؤمنوا إيمان سطح شكلي بيسوع المسيح لكن لم يختبروا الحياة لم يختبروا الولادة الروحية الثانية أين التسعة أين هم الناس الذين يسمعونني هل بتفكر لأنك أنت ولدت مسيحي رح تطلع على السماء أنك أنت مسيحي لا في أخبار عاوز أقولك إياها إذا ما اغتسلتش بدم المسيح واتطهرت بدم الرب يسوع المسيح فأنت هالك لا محالة أين التسعة أين الناس التي تسمع في هذه الأيام طوبة للذين يسمعون طوبة لهم طوبة للناس اللي فعلا بتسمع وبتخضع وبترجع للرب يسوع المسيح أين التسعة انشغلوا بأنفسهم وبشفاءهم وكثير ناس عاوزين مسيحية فيها شفاء وبركات من غير دفع أي ثمن ليه المسيح علي حال هذا السامري رجع وشكر الرب يسوع المسيح أين الناس التي لا تشكر ولا تمجد الله مع أنه كان سامري ولكن أظهر فعلا إيمان عميق بالرب يسوع المسيح أليس عجبا إذا كان كل يهود والأغرب يعني بتعجب اللي جمع العشر برس هو المرض البرس واللي فرق العشرة هو الشفاء مش اليوم عم نشوف نفس الظاهرة اليوم أقولها بأسى وأسف وحزن يعني العالم اللي بيجمعهن ظروفهن لأنه كل العالم بغض النظر مثل المسيحي يهودي بوذي اللي بيجمعنا عندنا نفس الاحتياجات الجسدية والنفسية والروحية وليس عجبا أنه بعد ما نختبر أو نقول إحنا مسيحيين نتفرق ننقسم نتحذب نلوم نشتكي ونهاجم الآخرين كتير مرات باسم الدين باسم الكتاب أو باسم المسيح اللي جمع العشرة لأنه لازم يكونوا بعاب عن الناس المرض اللي فرق العشرة واحد كان عنده أدب وفهم شو اللي صار معاه ترك التسعة ورجع ليسوع المسيح وأنا بدعوك اليوم أنك ما تتبع الأغلبية التي ترفض المسيح وبتحاول تعطي كل المبررات سواء العلمية أو المنطقية أو النفسية أو الاجتماعية الرجوع إلى يسوع المسيح اللي بيجمعنا هو يسوع المسيح مش بفرقنا فالمسيح هو رأس الجسد ونحن جسده ونحن جميعا سقينا بالروح الواحد ثم المسيح أحب بائمات من أجل المسيح يعني سفك دمه من أجل كل الناس لكي لا يهلك كل من يؤمن به ولكن كل من يأتي إلى يسوع المسيح يتبرر يتغير يتحرر ويصبح خليقة جديدة في يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر